استقبل سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم معالي عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنية الليبية النائب عبد السلام كاجمان والوفد المرافق له حيث قدم واجب العزاء لسموه في وفاة المخفول له بإذن الله تعالى صاحب السموه الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثرى وجعل الجنة مثوى حضر اللقاء معالي المستشار بالديوان الأميري الدكتور عبدالله معتوق المعتوق